السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله اوقاتكم بكل خير اليوم جبت لكم تدبيرات سهلة لتصليح الغرب اللي يكون فيها توقوب كما راكم تشوفوا انا عندي هذا الغرب اللي كانت قطعه معايا كما راكم تشوفوا يعني الفتحارة هي كبيرة بزاف طريقة سهلة باش نصلح الغرب اللي الغربل هذا يحتاج فقط كمية من العجين العجين هذا من خدمته خدمت بشوية سميت ودت له الماء كما راكم تشوفوا تحصلت على عجينة هذه العجينة هي اللي راح نغطي بها توقوب الموجودة في الغربل كما راكم تشوفوا انا خليكم يعني تشوفوا طريقة طريقة السهلة هي انه نغطوا توقوب بهذا الشكل كما راكم تشوفوا ناخدوا العجين ونغطوا به التوقوب يعني بطريقة سهلة راح نصلحوا الغربل توانا وما حاش نرموهم لانه الغربل نستعملوهم بزاف في المطبخ يعني نعتمدوا عليهم في كل شيء في غربالة يعني السميد الفارينة ايضا في الفتيل بزاف ناس يستعملوهم في الفتيل مما يؤدي الى اتلافهم يعني يتلفونا بسهولة كما راكم تشوفوا هنا احنا بعد ما نغطي كامل التوقوب واهم شيء في الحفاظ على الغربل انه نحطوهم يعني في مكان يكون يعني اه يعني مجانبا باش ما يخسروا الناش ويتندوا يعني ويتصدوا معانا نحطوهم في كيس ونغربوهم وهكي اذا احنا نحتفظوا بهم مدة اطويلة كما راكم تشوفوا انا نواصل العملية يعني من الداخل من البرة يعني نغطي مليح ونخليها حتى تجف يعني سر باش العملية دي تنجح معاكم هي انو نخلو العاجين هذي تيبس مليح باش يعني اه تحافظنا على الغربل تاعنا والتوقوب هذوك يعني ما يتفتحوش اذا نكمل انا نغطي كامل الفتوحات او التوقوب الموجودة في الغربل بنفس الطريقة ونخلي الغربل تاعي حتى يبس ونقدر نستخدمه عادي كما راكم تشوفوا هنا انا كملت كامل التوقوب اللي كانت عندي في الغربل غطيتهم مليح نخليه جانبا حتى تنشوف معايا ونقدر نستخدمه عادي اذا كان عندكم غربين من اليوم احسيبوا ترموه انما تصلحوه بهذه الطريقة لان الطريقة هذو كان يعتمدوها امهاتنا وجدتنا سلام موسيقى موسيقى موسيقى